السلام عليكم مباراة لكلاسيكو تراجي رياضي تونسي ضد النجم الرياضي الساحلي على عكس مباراة الذهب على عكس كلاسيكو الذهب في رادس وليكن نوعا ما بيرد اليوم شفنا كلاسيكو النار شفنا كلاسيكو رهيب شفنا كلاسيكو غاية في الروعة غاية في التشويق صحيح ما تمش برشة فرص في المقابلة رغم انه تسجلوا فيها ثلاثة اهداف لكن شفنا اريتم عالي شفنا مباراة تكسير عظام في وسط الميدان من الجمش يعمل كونترول وهو مرتاح حتى ثانية ولا دينية هو يعمل كونترول ويلقى ضغط عليه من اللاعب ولا زوز وهذا ما يسمى بالضغط على صاحب الكورة من قبل الجاني يبين من قبل ملعبية النجم الرياضي الساحلي ولا الترجل ياضي وساعة لساعة التشويق ما يكونش في كثرة الاهداف التشويق ما يكونش في كثرة الفرص لكن يكون وقت اللي اللي جييرينتا تكون عالية وقت اللي تكون مقابلة عبارة على حرب اليوم بصراحة شفنا حرب بيئة تم معنى كلمة في ملعب سوسة الحرب اللي فيز بها الترجي رياضي على النجم الرياضي الساحلي هدفين لهدف بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي بعد هزيمته في مباراة الذهاب والعودة ضد الترجي رياضي اليوم حتى لو يتأهل البلايوف في المرتبة الأولى ويتحصل على أربع نقاط خسر برشة حاجات الترجي الرياضي بعد انتصاره في مباراة الذهاب ومباراة العودة حتى لو يتأهل للبلايوف في المرتبة الثانية ويتحصل كان على ثلاثة نقاط ربح برشة حاجات. قابلت الكلاسيكو اليوم ما هي شي مقابلة متاع مجموعة أولى ما هي شي مقابلة بش تأثر على الفريقين في ثلاثة مقابلات اللي تبقاوا مقابلت الكلاسيكو اليوم بين الترجي رياضي تونسي والنجم رياضي الساحلي بروفا على البلايوف المقابلة اليوم التأثير متاحها على الفريقين بش يبين في البلايوف لأنه الترجي رياضي تونسي بانتصاره على النجم رياضي الساحلي ذهاب وآياب بش يكون عنده الأسباقية المعنوية في البلايوف. وطبيعة بش يأثر معنويا بالإجاب وبالسلب على الفريقين. كان النجم رياضي الساحلي الموسم الحالي على عكس الموسم السابق النجم رياضي الساحلي الموسم الحالي الجميع اتفقوا أنه مراهن حقيقي على البطولة النجم رياضي الساحلي الموسم الحالي بقيادة عثمان الجنيح وزياد الناد المساح شرعين بحتوى ولا تستبع بأن تكون رياضيكوه يزيدين مو١ر PU biggest وهو لي معرض الشعب التالي يس logram بالنغم يشعر وال übrigens نعمة به عائلة التانية ريادي المواسم السابقة. الترجل ريادي التونسي قاعد يعاني نوعا ما. صحيح قاعد يتحسن وما زال باش يزيد يتحسن اكثر. لكن ايجابيات النجم الرياضي الساحلي كل يجي ضد الترجل ريادي التونسي في مباراة الذهير وينهزم. البعض قالوا على خاطر النجم الرياضي الساحلي كان منقوص من ابرز لاعبية. في مباراة العودة. مباراة العودة على ارضه امام جماهيره. بصراحة اليوم جماهير خارقة للعادة. اليوم جماهير من افضل الجماهير التونسية. بصراحة جمهور مسكدش من دقيقة الاولى لدقيقة تسعين. ويزيد النجم الرياضي الساحلي ينهزم امام الترجل ريادي التونسي. لهنا نقطة استفهام كبيرة. كان الترجل ريادي اللي قاعد يتحسن من مقابلة المقابلة وما زال ما وصلش للمستوى اللي يحب يصله. اللي يحب يصله. والنجم الرياضي الساحلي اللي في اوج عطاءه الموسم الحالي. وينتصر عليك ذهاب وقياب وينتصر عليك اليوم بكامل نجومك وعلى ملعبك وامام جماهيرك اللي كانت متواجدة باعداد غفيرة. لطوال اللي البعض واللي بنسبة كبيرة للموسم الحالي يحكيو عليها بش تكون مراهن حقيقة على البطولة. شنية زعمة نجم تعمل ضد الترجل ريادي التونسي في البلايوف وقت اللي يوصل اوج عطاءه. بها في حلقة اليوم ماناش بش نحكيو وش كون الفريق اللي كان افضل. لانه بصراحة الشوت ذاول كان شوت متوازي شوت مترادع. لكن الشوت الثاني الافضلية نوعا ما كانت للترجل الرياضي. هذا الكل ما يهمش بما انه المقابلة كانت ماشية للتعادل الايجابي. دقيقة ستة وثمانين تعادل سفر او تعادل هدف لهدف. دقيقة ستة وثمانين كيف ما قلنا المقابلة ماشية للتعادل. تعادل ممكن معناويا يخدم الطرفين. الترجل رياضي تونسي يقول لك ما ننهزمش في سوسا. والنجم رياضي الساحلي يقول لك تعادل افضل من هزيمة. اقل قليل تعادل اليوم بسبب عودة تركائز الفريق وهذا يدل انه في مباراة الذهاب السبب الاول هزيمة النجم رياضي الساحلي غياب نجوم. دقيقة سبعة وثمانين. شكون البلوة في البطولة التونسية. شكون اللي بش يجلد جماهير او جميع الجماهير التونسية. هم حرس المرمى. الترجل الرياضي يغير الاسبوع الحالي بن شريفية بمحمد صدقي الدبشي اللي قام بخطاء كبير وقريب بش يجلد جمهور الترجل الرياضي. بالنسبة للنادي الافريقي. غير تلافة حرس مرمى. غير كل من معزح سن سيف الدين الشرفي وزيد عليهم الفرحاتي اللي كل حارس مرمى ما يتغير الا ما يقوم بكيرثة. حاليا نستقر على معزح سن وكيما قاعدين نشاهدوا في كل مقابلة اللي وجمهور النادي الافريقي حات يده على قلبه. حاليا الدور يجي على النجم الرياضي ساحلي بقيادة علي جمل. هدف الترجل الرياضي كان عن طريق انيس البدري اللي ما شاء الله عليه وربي بقي عليه. الستر قاعد يمر بفورما كبيرة الايونة الاخيرة. المقابلة الثالثة على التويل اللي يسجل فيها. واكثر من هكا الاهداف اللي قاعد يسجل فيها بصراحة اهداف حاسمة. اما يعلي جمل تقبل هدف بالطريقة هذيك هي مش مشكل. اي حارس مرمى الا ويقوم باخطار. ملعبية النجم الرياضي ساحلي بقيادة الجماهير اللي قاعدت دزم عام على خطره ومش بالسهل انك تسجل الفريق في قيمة الترجل يدي تونس دقيقة تسعة وسبعين عملوها وسجلوا هدف التعادل. بيها يا اخوي سجلوا هدف التعادل تقبل هدف دقيقة ستة وثمانين بالطريقة هذيك يعني اللي عملوا زياد الجزيرة الكل واللي عملوا رئيس الجمعية وخلصوا الديون متاحهم وبيحوا كريستو للنجم الرياضي او للأهلي المصري وجيبوا لي فلوس ومن عرش الله واعلم منين جيبوها بش يرفعوا منع الانتي ديب وكله الجو الخارق للعادة الموسم الحالي للنجم والنجم الرياضي الساحلي الموسم الحالي كل ما المقابلة يفوز بها الا وجماهيرو تقول الموسم الحالي رانا مراهن حقيقي على البطولة انتي كي قبلت هدف بالطريقة هذيك تقريبا راو كل شي مشاف الماء عليش صحيح وراو مزال ما تلعب حتى شي اما نرجعو للنقطة الولى نقطة انو الترجل يدي توسي معنويا حاليا افضل من نجم الرياضي الساحلي ورغم انو مزال ما وصلش للمستوي اللي يحب عليه نجم الرياضي الساحلي راهو مزال ما تلعب حتى شي اللعب الكل في البلايوف لكن يلزم يركز على الجانب المعنوي لانو نحبه ولا نكره منافسك المباشر المنافس اللي بشتراهن ضده على البطولة هو الترجل الرياضي التونسي صاحب اللقب ستة مرات على التوالي الترجل الرياضي ومش في افضل حالاته خذي عليك الهف خذي عليك الهف بعد ما انتصر عليك ذهاب وقياب فيما يخص الترجل الرياضي تحسن تصاعدي نسق تصاعدي من مقابلة المقابلة لانو راو مش بسهل انك تفوز على النجم الرياضي الساحلي في سوسا وبكنا نعرف الحزازيات بين النجم الرياضي الساحلي وبين الترجل الرياضي ومع هذا يفوز عليه في سوسا ترجل الرياضي التونسي الحلقات القادمة كنت نقول من اللي كانوا يراهنوا معاه ومن اللي كانوا نفسوا فيه على البطولة الموسم الحالي اصبح هو اللي نفس بما انو المردود متاعه انزل على المواسم السابقة لكن نتصور بعد انتصاره اليوم على النجم الرياضي الساحلي في سوسا وامام الجماهير الغافيرة الجماهير اللي بصراحة اللي ما النجم يقول حتى شيء جماهير النجم الرياضي الساحلي من افضل الجماهير التونسية الترجل الرياضي تونسي يفوز على النجم الرياضي الساحلي من نجم كانوا نقول الترجل الرياضي ارجع على الموسم الحالي هو الاقرب للقب لكن المنافس الوحيد ممكن اللي بشيراهن معاه على البطولة هو النجم الرياضي الساحلي وممكن بدرجة اقل الاتحاد المنسيري في نهاية الحلقة الباياري متبقى كبش يقولكم حظ موافق للترجل الرياضي النجم الرياضي الساحلي في البطولة التونسية حظ موافق للمتخب التونسي حظ موافق اللعبين الدوليين على سبيل المثال اليوم محمد علي بالروح رمضان قدم مستوى كبير مستوى محترم قاعد يبرهن انه لاعب يستحق انه يكون متواجد في احد الدوريات الخمسة الكبرى من هنا لنهاية الموسم اكيد بشو قاعد مع طارج رياضي التونسي لكن ان شاء الله الموسم القادم نلقاوا في فريق اوروبي محترم في نهاية الحلقة الباياري متبقى كبشي قولكم تحية تونس تعيش تونس كلنا تونس وسلام